السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. احنا شرفنا مبارح المعمل والتقتيب بتاعه والأجهزة والحاجات دي كلها. وكان فيها اسئلة كتير اتساعدت. وكان في دكتورة احنا صورنا الفيديو ده عشان خطيرها يعني. كان في دكتورة سألت عن التقتيب. وقالت تونسيس يعني ليه لما يبقى عينة البلوربن او ليه لابنتعامل معها ازاي. فانا وضيت عليها وقلت لها ان يبقى موجود في البنفلت عن تخفيف والكلام ده فهي قالت لا مش موجود. فانا لما بقول لك اقول له البنفلت مش بابقى عصدي اللي انا اتخانق معاك او حاجة. انا بقول لك اقروا البنفلت عشان دي الكادلوج بتاعه. فاحنا هنصور فيديو معرضة للبنفلت ان شاء الله وهيزلكه يعني قوي بطلس. بالوقتي احنا معنا اهلين البنفلت. البنفلت دي عبقى عن الكادلوج. الكادلوج اللي انت بتشتغل. دلوقتي اه احنا صمعنا ساعة. تمام. فاحنا لما صمعنا الساعة دي المربوط فيها ان انت بتفتحها الطيارة معينة. وبتقفدها الطيارة معينة وبتقفدها حاجة وبتقفدها معينة. كل دمي اللي كان لوقي الشرك. كان بافت الكادلوج. طب دلوقتي لو الكادلوج ده مش موجود. انا هعرف ازاي افتح الساعة. او افتح الساعة. او احطت بحاجة. او ما احطش الحاجة. اكيد لا واها بواسك. بالزبط نفس الطريقة. الناس دي عشان تطلع لنا الورقة اللي قدامنا دي. يال بانفل تتفسر الشغل بتاعتنا. عملت ابحس كتيرة جدا. عملت ايه? ابحس كتيرة جدا 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 لحد ما طلبت. فبالتالي اصبحت الشركة دي مسلا دي على معظمنا شركة سبينو افت. ماشي اصبحت شركة سبينو افت دي اللي موجودة في مصر. اللي موجودة في امريكا. اللي موجودة في ارمانيا. اللي موجودة في اليابان. اللي موجودة في الصين. اللي موجودة في كل حاجة. يعني لما ييجي مسلا لنيولي اشتغل بالطائج لسوائد. في مصر الى 1 ميلي على 10 ميلي ح hect tournament انا هنا في مصر باستغلها 1 ميلي على 10 ميلي وفي امريكا باستغلها 1 ميلي على 10 ميلي وفي اليان باستغلها 1 ميلي على 10 ميلي مش هتختلف لان دا اصبح ريشو عالمي تعمل sistema المفروض انت تكمل الولشار اللي احنا سروح اخناها المفروض لما بدخل المعمل لما بتسأليش انا ما هيدوت مشكلة. انت بتتقول اول حاجة بتطلبها بتطلب حاجة اسمها البنفل. زي اللي في ايدينا دي. تمام? بتطلب البنفل. البنفلت دي جاء حاجات كبيرة. عندك كل اللي يهمني. البنفلت دي حاجات معينة هنقاها دلوقتي مع وقت. اول حاجة بيقول لنا ازاي نحفظ الكتس بحاجة. يعني نحطها بدرجة حراركات. تمام? تاني حاجة بيقول لنا الطريقة او الاساس اللي قامت عليه فكرة التحميل ده. تاليك حاجة بيحددونها. نوع العينة. ازا كانت سيروم ولا بلازمة. وازا كان على العينة دي. اه الانتكارينا بتاع ايدي تاع البرينس وليوم سيطريت. اي حاجة. اي حاجة في الانتكارينا. وبعد كده بيبدأ يحددلي حاجات معينة زي عندنا وعندنا الكيرويت بتاعنا الخطر بتاعة كاملة. عندنا وبعد كده هيبدأ يقول لنا ايه? هيبدأ ايه وانا طويل اتكو الشوق. احنا هناخدوا فكرة بعملها. وبعد كده بيبدأ يقول لنا بعد ما بنشتغل نعمل ايه وزاق. وبعدها القانون بتاع بيه. وبعد كده بيبيني النسب الطبيعية. وبعد كده حاجات مهمة جدا. انا هنقواها. دلوقتي مع بعضها. وبيقول لنا بقى اللي دي تعملها ابحث كزا والكلام ده. اول حاجة هنصوها هنا. مازي. دي اه اللي هو الاساس العلمي اللي بان عليه التحليل. دي شوك تزمنوا عجد اه التواجل بسعادة. ده الاساس العلمي. بعد كده هنا بيقول لنا ازاي نحفظ العينة والاستابلت يفتحها. وبعد كده هيقول لنا الطول المومي والطول. وبعد كده طريقة الشرق. وبعدين هنا المعادلة بباعتنا. وبعدين هنا النسب الطبيعية. وبعد كده ايه الكلام هنبدأ نقرأ مع بعض. تمام? هنا بيقول لنا عندنا ايه? ان احنا مرحود نخطها. مقفولة في درجة حرارة من اتنين لتمانية درجة حرارة. دي طريقة تخزين الكيتس التحليل. بعد كده بيقول لنا ايه? بيقول لنا ان الكيفوت بدعتنا القطر بتاعها كامل. واحد سنتي. تمام? اللي هو. معنى اللي قال لنا كده. اللي هنا هنا ما ينفعش نصص. ما ينفعش نحط نص صنطي على ايه? على خمسة ماية. من اقل كمية. دي بتقريبها اللي هو الواحد صنطي اللي هنا. بعد كده بقى هنبدأ نمسك واحد بيقول لنا العينة اللي موجودة عندنا هنا نوعين. السامبل. السامبل هنا عن لنا. تمام? عن لنا معنى اللي هو ايه قال كده يبقى هو ما حدددهش للانتيكواجلن فبقى انا ممكن اشتغل التواجل السواد من ممكن اشتغل من ممكن اشتغله من من اي من اي طبعا باستثناء الابايد للي اللي هنبدأ لي قصر لك. بعد كده قال لي خمس تيام في درجة حرارة من اتنين لتمانية. يعني ايه الكلام ده? يعني انا دلوقتي جيت انا لما مش موجود في المعمل والعينة جاهل. حبدأ اسحب العينة وافصلها زي ما قلنا المرور اللي فاتت واحطها في الدرج وبعد جدقى عينة درجة حرارة لتمانية هي صالحة معي للنتيجة الكويسة لحد خمس تيام. بعد خمس تيام ما ينفعش اشتغل العينة دي. تمام? بعد كده لما هيجي هيقول لنا بتاعنا هيقول لنا اللي هو خمسة مية وخمسة. بس ممكن اشتغله في ربعا وتسعين وممكن اشتغله في خمسة وخمسين. طب وما بينهم ممكن اشتغله ببا. يعني ممكن خمسة وروا. ربعا ما تسعين وروا. ربعا ما تسعين وروا. يبقى هورا دانيو ينجي باشتغل عليه. درجة الحرارة لما بجأ زبت درجة الحرارة بتاعتي سبعة وتلاتين او من خمستاشر اللي خمسة وعشر اللي هي درجة حرارة الغرز. هنهرب بجيه لازمي تاقي دي باط. بعد كده بيقول لنا الطبقة بتاعاتنا اللي احنا مناخذ بلانك وستاندرد وساما مناخذ بلانك استاندرResam. اللي هو محلول بتاعي? وبعدين estuvاندات وبعدين الساما. هو كلنا البلانك هنا من ايه? من library's answer هو اللي هو كلنا البلانك من ال library's answer قيلنا ما يمفعش يستخدم مياه مقطره. ليه ما يمفعش يستخدم مياه مقطره? لان المحلول عندي لو متابق. لما لمعطاها شفافة فعيبا وزلت الفكرة بتاعت التحليل لات نفسه ده هنشرحها بعد جده بالتفصيل. بعد ما عملنا تلات اناميب وكل امور بحطينا فيها واحد ميلي من المحلول وبعدين حطينا في امور تنستمدر عشر مايكرون وبعدين حطينا في امور تنستمدر عشر مايكرون جاء لنا هينا هيبقى احدى. خمس دقايق سبعة وثلاثين دقايق او عشر دقايق من خمستاشر لخمس وعشرين اللي هي درجة حرارة دقايق مغرفلية. بعدين بيقول لنا read absorbance والكلام ده كله فليش خاصة. بعد كده هيقول لنا نحسب. احنا عندي للمعلم الاجهزة نوع من الاجهزة بيحسب جوة. وده اللي موجود عند كل الناس. وفي نوع قديم شوية بنبدأ نعمل للحسنات. القانون بتاعنا بيقول لنا. absorbance sample على absorbance standard في الكونسانتوريشن بتاع الستاندور. هي دينا النتيجة. احنا بنختزر المعادلة دي بنعمل. بالتفصيل. وبعد كده جي قال لنا اللي احنا عندنا تركيز العينة دي او النسبة طبيعية بحياتنا قال لنا في الجلد. قال لنا من من اربعين لمائة وستين وفي الرومن من خمسة تلاتين لمائة خمسة وستين. برضو ايه نصورها هنا. تمام? ده رب التصوير يكون واضع بس. بعد كده بقى قال لنا ايه النقطة اللي الدكتورة جات سألت عليها. عندنا حاجة اسمها لنيورتي. يعني ايه لنيورتي? يعني انا ان الكريتس بتاعتي بتقيس لحد درجة معينة. بعد الدرجة دي هتدي قرية غلقة. فالمفروض اللي انا اعمل ايه? هنقرأ مع بعض اللي انها مهمة بقى. بيقول لنا الميجور رينج فور ديتيكشن ليمت. اللي هو او بوينت او 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 ميلي جرام بردوس ليتر زا لنيورتي ليمتد الف. يعني الكتس دي بتخدر تقرى لحد الف. يعني طيب الاسوائد لما يطلع الف هي كده مزبوطة. طب لو طلع الف واحد يبقى النتيجة مش مزبوطة. ليه مش مزبوطة? جاء لين ايه تانيت? قلنا يعني لو العينة بتاعتي عدت عن الالف هتبقى النتيجة مش مزبوطة لان المحلول كده مش هيضة رئيسة. فبالتالي هنعمل ايه? اللي الدكتور قالت هنا. قالت اللي احنا يعني البنفلت المتذكر ازاي خفف? لا هي موجود. قال لك هنا ايه? يعني خفف واحد لاثنين تسمع. يعني خفف. قال لنا نستخدم ايه? بتاع ده الملح. قال لنا هنا تستخدم اللي هو ملح الطعام. اه تسعة في المية. ماشي. وبعدين النتيجة اللي تطلع بدورها في ايه? في اتنين. يبقى قال لنا نستخدم محلول ملح. الاختصابة على الحطة اللي احنا هونه. اللي احنا عندنا في حاجة اسمها اللينياروتي. اللينياروتي دي. بتبقى عبارة عن المحلول ده تصنع درجة درجة معينة. يعني لو طلع الف مثلا يبقى بعد الالف النتيجة مش مزبوطة. فقا يبقى يقول لك خفف العينة. طب هو هنا حديد لخفف ايه? قال لخفف المحلول الملح. تسعة في المية. يعني لعاشرة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اي تركيزة تسعة في المية بس. وبعد كده النتيجة اللي تطلع نضرب اتنين ده اللي اسمه. ده اللي اتكلمت معنا قبل. وبالتالي اصبح للبنفلت قدامي هنا الزفر في كل حاجة تقص التحليل. فما تجيش انت تقول لي ان ده مش موجود في البنفل. ما تجيش تقول لي هو مش زاكر في البنفل التوائد ده تخفيق. ما هو زاكر في البنفلت ازا كان فيه ماء مقطاع ولا ازا كان فيه محلول ملح. كان النقاش عندنا في النقطة دي كان يقص عيينة البلوربن. تمام كده? فانا برضو هنرى البنفلت مع بعض ونشوف وزاكو فيها ده ولا لا. جي هنا قال لنا في طريق شغل البلوربن حاجات كتيبة بقى. ماشي نصور البنفلت معنا احنا عنا بالطريق للشغل بس. جي قال لنا بتاعتنا في التوتل البلوربن احنا عندنا معلش قبل ما نصور دي. احنا عندنا البلوربن حاجة اسمها توتل اللي هو الكل وحاجة اسمها دايرك اللي هو المباشر. بتطرح واحد من التوتل يدينا دايرك. ده الغير مباشر يعني الغير مباشر ملوش شغل. ده معدل بنتوحة من بعض. فقال لي لما تيجي تشتغل التوتل بتيس على طول الموجي كام? خمسمائة تمانية وسبعين. تابوت على خمسمائة ستة وابعين. الكيوفيتا هتلقى معنا دايما واحد سنتيمتر. واحد سنتيمتر. بعد كده درجت الحارة تقيتنا من اشوية لخمسة واشوية. تمام كده? جي هنا حدد لنا ايه? حدد لنا قلنا ايه? كتب لنا هنا بالسامبل. قلنا. يعني ما يجيش بقى حد يقول لأ ممكن لشغل همولوس. هو الكيوفيتا قالت يعني معنى كده ايه? ممنوع. ماشي? وبعدين قلنا بقى نقطة مهمة. قلنا في درجة حرارة من اثنين لتمانية سبت اربعة ايه? او شهرين في درجة حرارة تحت العشرين. يعني متجمدة. تمام كده? يبقى واحد دينا طريقة الحرز. وطريقة الشغل زي ما هنعرضها قدام كواني. تمام? وبعدين دينا فاكتور بندور فيه النتيجة بتاعة البلغوبين ده لو مش متبرمج على الجهاز. بس النقطة اللي احنا برضو مصورينا عشان حدديو عشان خطر التخفيف جاءت لنا ايه بقى? نقرأ مع بعض هنا. قال لنا يعني البلغوبين معنا من اول واحد يعني من واحد من عشر لحد عشرين. طب بعد العشرين هيقول لي ايه? هيبدأ يقول لي اللي هو عدن لنيرتي فهنبدأ هنا هجي قال لنا ايه? خفف العينة واحد لاتنين بمحلول مرحب. اوه زاكر لي نسبة التخفيف والمادة اللي انا باستخدمها اخفف منها. فمعنا كده احنا كده خلاش قولينا المفت المفت بنقراها بقى هي اول ما ندخل المعمل ما رأي تسأل ليش باشتغل. اذا انت مفت تطلع البنفلت وتقرى ده. اصبحت البنفلت دي المواجه الاساسي لأي حد. ظهرت كل شيء من الالف لليا. يبقى لما انا جاء قولك اقرى البنفلت معناها اللي انا مش مش عارف. لا معناها اللي انا عاوزك انتا تدور وعاوزك انتا تبصه. فيه نقطة كمان? احنا عشان نبدأ نشرح بدأنا ان نحضر من اماكن كتير. وانا يعني احنا مصورين حوالي تسعة وتمانين او تسعين فيديو ومصورين حاجات كده ومعنا جايبين من كتب كتير والمعلومات. ما نجيش حضرتك تقولي لو مش عارف قولي انتا مش عارف. ما انا اكيد لو مش عارف مش هزكر النقطة دي. او الله هنمسك البنفلت بتاع اللاتيكس برضو هنقرى مع بعض ونوضح في نقطة مهمة. اه وهنصور لكم فيديو مهم بإذن الله تاني ينزل قريب يعني. اه اتمنى الفيديو يكون عجبكو وهشوفكم في حلقة جديدة لو عجبكم الفيديو عمد مصابس كده.